وأحاديث الأحاد تختلف عن الأحاديث المتواترة فالمتواتر كما هو عند المحدثين ما رواه جماعة عن جماعة يستشيل أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس وذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه خمسون صحابية فهذا الحديث يعد من أمثلة المتواتر والمتواتر نوعات متواتر اللفظ كما مثلنا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وذلك أن الرواه اتفقوا على لفظه ومعنىه وأما الحديث المتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواه على معنىه واختلفوا في لفظه فهم متفقون على أصل المعنى وذلك كأحاديث المسج على الخفين قال الإمام أحمد رحمه الله قال ليس في قلبي شيء من المسج على الخفين فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأحاد بخلاء المتواتر فتعريف المتواتر ما سلف فيكون بغده الأحاد فإذا اختلنا شرط من شروط المتواتر كما جاء في بيان معنى المتواتر فإنه يعد من قبيل أحاديث الأحاد ترجمة نانسي قنقر